ابنك أو بنتك كان ضر بيك وكان بيحسن إليك لازم ابنه أو بنته ضناه؟ بصي بقى خلينا نوسع برافو خلينا نوسع دائرة الفهم في التعامل مع النصوص وده ياخدنا عن الهادي النبوي التاني الحديث المشهور فيه مسأوي أوي أوي والناس كلها بتسمعوا وقت الجنزات في المساجد أو على المقابر صدقته الجارية إذا مات ابن آدم انقطع عمله خلاص أنا مش هادر أصلي لما الإنسان بيموت مش هادر يصلي مش هادر يزكي مش هادر يتقرب إلا من ثلاث واحد صدقات جارية الصدقة يا جماعة يا كل اللي بيشوفوني خصوصا قبل شهر رمضان مش معناها بوكت ماني مش معناها وجبة الصدقة معناها كل اللي ربنا ادهو لك فتتصدق من وقتك تتصدق من خبرتك تتصدق من صحتك تتصدق من جهدك تتصدق من علمك تتصدق من جنس اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله وده على فكرة زائد الفلوس والأكل طبعا الفلوس والأكل ده بيزي معروفين تعرفي في ختم صورة المنافقون في ايه جميلة وبيتقول ايه وانفقوا الانفق لوجك كده وبالعقل يقولك ايه طلع فلوس لكن شوف ربنا وانفقوا مما ربنا سابقا لك انجينرال عامة كل حاجة وانفقوا مما رزقناكم لو سألت حضرك انت ربنا رزقكي هتقولي رزقني كذا وكذا 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 فتنفق من جنس اللي ربنا رزقك بي للأب والأم او على نفسك وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت لحظة وداع الدنيا خلاص هيمشي ويقول باي باي ويودع الدنيا فيقول ربي المنطق والعقل يقول ايه الانسان لو جي يرجع تاني للدنيا هيوعد على السجادة ما يقومش او يقومش او يقومش او يقومش او يقومش او يعمل اي اعمال صالح او يمسك سبحيته ويقومش يزكر لكن شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا قد ايه قيمة العطاء اعلى من العبادات دي كلها وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لو لا اخرتني الى اجل قريب يا ربي سيبني شوية عشان يعمل ايه فالصدق لما نوسع دائرة الفهم مع الصدق كل الحاجات اللي ربنا انعم علي بيها ورزقني بيها فالصدق وأكم من